تابعين معكم مشاهدينا واخر لقاء لليوم نستقبل فيه مديرة قسم التربية المتخصصة بأكسوفيل ماري فهد أهلا وسهلا فيك رح نحكي بشكل عام عن أكسوفيل رح نحكي عن النشاط يلي امتوا فيه مبارح وعن النشاط الميلادي يلي رح يصير بـ 21 22 و 23 الشهر بداية إذا منرجع هيك نعرف المشاهدين على أكسوفيل هدفها الأساسي وعلى نشاطاتكم الكثيرة كمانة يلي عم بتقوموا فيها مرسي عقس كبيركم أكسوفيل تأسست من سنة 1979 صار عمره فوق الأربعين سنة مركزنا بيدك المحدة حدير طميش نهتم بالأشخاص ذوي احتياجات خاصة من عمره ثلاث سنين وما فوق في عنا قسمين قسم لصغار من 3 إلى 18 وقسم الكبار 18 وما فوق عندهم أتولياء بروتيجية عندهم مشاغل محمية بالإضافة للبرنامج التوعية والتربية المتخصصة هدفها أكيد نساعدها الأشخاص ينمو على الصعيد النفسي الصعيد الفكري الاجتماعي والجسدي حركيا أكيد فيه كتير برامج تربوية بتدعم هالأهداف حتى نقدر نحققها اجتماعيا إذا بدي أقول على المستوى الاجتماعي كمان هالنشاطات اللي بتجي بعيد الميلاد هي يلي مثل الكورال تلميز مثل الحفلات اللي منعملها يلي هي بتساعد على تنميتهم نفسيا واجتماعيا بشكل عام بهالزروف الصعبة أكيد يمكن كل شي صار صعب باللبنان كيف عم تقدروا تتخطوا هيدا المرحلة ولأي درجة عم بتجربوا تناضلوا حتى تظلكن عم بتقدموا نفس الخدمات على نفس المستوى وبنفس الطريقة أكيد لشريحة كتير كبيرة من الناس من اللبنانية يلي بحاجة كتير لأكيد التربية المتخصصة هلأ بصراحة كتير عم نشحل من الأشياء اللي بد أقول المحيطة والمريفة لكن مش من الأمور الأساسية للتربية لأنه ما بدنا نقصر ولا واحد بالمية على التلميز من هيك أنا بحب أفتح هلالين هون يمكن بمناسبة الأعياد في ناس بتحب تساعد نحنا منقول لهم مشكورين سلف إذا بحبوا يساعدوا أكسوفال تحتى نقدر نستمر لأنه مثل كل الجمعيات نحنا في تعاقد بيننا وبين وزارد الشؤون ومنعرف الوضع اقتصاديا بس كمان بحب أقول شغلة أنه أوقات يعني يمكن السعادة شي خارجي متعلق بالظروف بس الفرح بيبقى جي من القلب وهيدا ما لازم نحرم منه خاصة تلميزنا يمكن في كتير أمور بتحرمون هالفرح بالحياة يمكن هالإعاقة اللي تعرضوا لها يمكن ظروف حياة هلأ عم بتحرمون إنما أكسوفال بتسعى أنه هيدا الفرح يدل موجود رغم كل الظروف من هيك بنعمل هالنشاطات الميلادية بنجرب قد إمكانياتنا ومن خلال هالنشاطات أنه قداش منلاقي محبين بيقدروا يدعمونا منكون يعني منشكرهم من القلب وبيقدروا ياخدوا فكرة عن أكسوفال إن كان من خلال الفيسبوك أو من خلال الويبسايت إنستاغرام كمان أو حتى في رقم التليفون إذا بيحبوا أو أي عندهم إذا عندهم أسئلة بيحبوا يستفسروا بخصوص التربية المتخصصة في عنا الرقم الأرضي 04920454 في عنا 03318328 فضيما أكسوفال بوابة مفتوحة ما قللنا عدد التلميذ بعدنا عم نستقبلهم خمسة أيام بالأسبوع جربنا قد ما فينا نخفض يمكن مصاريف جانبية إذا فيني أقول لكن الأشياء الحاجات الأساسية للتلميذ اللي بتتعلق بالبروغرام هيده مؤدسة بأكسوفال هيده ما بينمس فيها يعطيكم ألف عافية بعرف المهمة كتير صعبة خلينا نحكي شوي عن النشاط يلي صار مباريح وبنرجع نحكي أكتر كمان عن النشاط يلي رح يصير بـ 21 لغاية 23 هلا نحنا فيه بالعادة كل سنة بنعمل معرض الميلاد السنوي لأكسوفال بيكون فيه منحط بنعرض فيه كل الإنتاج فيه عنا نوعين من المشاغل بأكسوفال فيه المشاغل المحمية يلي التلميذ بيشتغلوا فيها يلي مثل الموزاييك مثل الأش الفخار إشياء يدوية خياطة هيده إنتاج تلميذ هيده كمان بتنعرض وبتنبيع وفيه عنا المشاغل فيه عنا المطبخ المتخصص يلي فيه شيف فيه أشخاص متخصصين هني بيشتغلوا فيه هيده لدعم لدعم المدخول طبعا أكسوفال يلي فيه كتير كوكيز فيه جينجر هاوس فيه كتير إشياء حلويات بتنعمال يلي بتنبيع خاصة هلأ لها المناسبة لها مناسبة نوال بوش كمان كل الأشخاص يلي بيحبوا يعملوا كمان يوصوا يعني بيجينا كتير طلبية نشكر الله وبتتأمن من خلال هالمطبخ أو كمان البرودري أتولي البرودري يلي منطرز فيه على المنشف منطرز فيه على على روب دوبان على عدة أمور يعني بتنطلب مننا جددين بيتطرز عليها بوشات إشياء هيك هيده كمان بتكون هي لدعم هيده كانت موجودة بالمعرض معروضة للبيع كان فيه الكرال طبع أكسوفيل يلي كمان كانوا عم بيغنوا الأغاني الميلادية كان بحضور أشخاص من أهل الرابية لأنه نحن عم نعملوا كل سنة بنادي الرابية ندعي كل كان فيه أكيد أهل الطلاب كان فيه أصدقاء أكسوفيل وعائلة أكسوفيل نشكر الله هالفرح اللي موجود هالمحبة الموجودة يلي جايين من إيمان من رجاء تعودنا عليه نعرف أنه الله موجود خاصة هلأ بهذه الظروف ما رح يتركنا ما بيتركنا أبدا لقبله لبعد فبدنا نعيد الميلاد رغم كل الظروف مية بالمية وخلينا نحكي أكتر عن النشاط المستقبلية اللي جاي قبل نوال دغري هلأ كمين عن النشاط يلي مع باية الجمعيات بدعوة من بلدية قرنت شهوين نحنا بالمنطقة رح يكون بصحة عين عار هي صحة قروية عندها طابع القروي كتير كتير حلو رح يكون فيه عدة جمعيات كمين عاملين هالمعرض وكل الليلة فيه أنيماسيون لنوال يعني كمين فيه أشخاص رح يجو يغنوا بفتكر سامي كلارك الفنان سامي كلارك مع حدا من عائلته من أفراد عائلته كل الليلة رح يكون فيه شيء بالإضافة للمعرض يلي كمين الأشخاص بتحب تدعم هالجمعيات منقللهم أهلا وسهلا ومشكورين سلف وربنا يكفيون أضعاف وأضعاف على كرامهم وعلى محبتهم لأنه كلنا بدنا نسنط بعضنا بهالوقت تنقدر نكفي نقدم الأفضل لها الأشخاص زويل إرادة الصلبة نحنا كمين عملين لهم غنية شغل أكسوفيل ما بعرف إذا وصلت لكم صراحة ما عندي فكرة أنا ماني جديدة كتير يعني إلى يمكن شهر انطلقت كلماته الحين استيزة الرياضة اللي هي البدنية بأكسوفيل إن شاء الله بنبعث لكم إياها عن قريب وحقيقة وتصورت فيديو كليب كمين بقلب أكسوفيل حقيقة هالوليد إلهم مطرحون ونحنا منحب نكون صوتهم بالمجتمع من أي ساعة لأي ساعة رح تكونوا متوسطين؟ المعرض رح يكون من الساعة 4 إلى الساعة 9 بعد الظهر أو مساءً يعني تحتى الكل اللي من بعد شغلهم بيقدروا يجوا يغيروا جو ويكونوا عم بيعيشوا الميلاد يعني في كتير بيسافروا بيظهروا لبرة تحتى يشوفوا زينة حلوة تحتى هيك منقول يوروب كتير مميزة أو حتى كل البلدان كتير مميزين بفترة نوال حلو السنة نزور مناطقنا وضيعنا اللبنانية وكمان نشوف زينتها الحلوة وبنفس الوقت أكيد نكون عم نساعد يعطيكم ألف عافية شو بتحب تقولي بالختم؟ بحب أتمنى للكل أعياد مباركة يا رب من قلبك صفال يعني ما نتوقف على المظاهر الخرجية مش هي العيد هالمحبة ياللي منعيشها مع بعضنا ياللي هالفرحة اللي بشوفها بعيون تلميزنا هي العيد يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا لهون نحن منكون وصلنا لختم برنامج يوم جديد بكرة بتمامة 8 ونص بطلع عليكم إلي وسحر تحتى يقدمو لكم فقرات جديدة من يوم جديد أنا بشوفكم نهار الأربعة وبقلكن باي باي